شارك رئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقية التي انعاقدت لبحث الأزمة راهنة في السودان وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومة الأفارقة وعلى رأسهم الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغاندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقية وأمين عام جامعة الدول العربية وسكرتير عام منظمة الإيجاد ومبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة للقرن الأفريقية وصرح لمستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن قمة مجلس السلم والأمن ركزت على مناقشة سبل خفض تصعيد في السودان وتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار وتعزيز الممرات الإنسانية والعودة للحوار السلمي وقد ألقى رئيس كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة أعرب خلالها عن الشكر لشقيقه رئيس الأغندي وريموسيفيني للمبادرة بعقد هذه القمة الهامة التي تمثل قيمة كبيرة للعمل نحو دعم السودان لاستعادة أمنه واستقراره مؤكدا في هذا الإطار الأهمية القصوى لتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة بالسودان باعتبارها الأكثر تأثرا بها والأكثر حرصا على إنهائها في أسرع وقت كما أكد رئيس أن جهود مصر من أجل إنهاء الأزمة الحالية في السودان الشقيق تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية ذات الصلاة بما فيها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية كما أنها تستند إلى عدد من المحددات والثوابت أبرزها ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار ووجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان والتي تعد ضمانا الأساسية لحماية الدولة من خطر الانهيار وتأكيد أن النزاع في السودان يخص الأشقاء السودانيين أنفسهم ومن ثم فإن دور الأطراف الإقليمية هو مساعدتهم على إيقافه وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول هذا وشدد رئيس في هذا الصدد أيضا على احترام مصر لإرادة الشعب السودانية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وضرورة عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة مؤكدا استمرار مصر في بذل كل الجهود من أجل إنهاء الأزمة الحالية بما في ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الأفريقي وجميع الأليات القائمة لإنهاء الصراع الحالي وكذلك مؤصلة التنصيق مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان تخفيف من الوضع الإنساني المتدهور